طار نط فط خلاص طلع فوق كل البلدي يا مؤمن بقى بخمسة وثلاثين جنيه يعني لو أسرة راجل ومراته واربع عيال ست عيال كده أو ست أفراد ومعه أمه كمان ولا حماته عايز له أربعة وخمسة كيلو هجيب له متين جنيه منين ده ده لسه كده لسه بنقول يا هادي ده متين جنيه سمك لسه ما جيبناش رز وبصل ولا حمرنا ولا قلينا ولا شوينا احنا رحيب فين المهم طلع الدعوة بتدعو المصريين إلى مؤطعة ان احنا ناكل سمك واختروا له اسم خليه عفل انت عارف السمك ما ينفعش يبات وزبات الست الشطرة تمسك راس السمك كده وتشوف لونها تشتريه ما تشتروش يقولك ده بايد مش طازق فما ينفعش يبات المهم الحملة دي وصلت ل 12 محافظة ده فيه بقى تقديرات انا بكلم على البولتي وهو نوع السمك الاشهر عند المصريين والارخص وبيقال في مناطق زي السواحل بيسموه شبار البولتي ده في القاهرة والجيزة والسكندرين المهم بيتقالك ان السمك ده البولتي هيبقى في رمضان انت مش عاجبك دلوقتي ب35 هيبقى في رمضان ب60 60 جنيه اه 60 جنيه طب انا لو كله اللحمة وصل 130 جنيه ولو لحمة الجيز 70-80 جنيه طب انا هروح فين يعني احنا رأيين فين والسمك ايه اللي خلاه يرتفع هذا الارتفاع الكبير ايه السبب ايه السبب معاي على التليفون استاذ احمد جعفر رئيس شعبة الاسماك